الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله منذ أن يهل رمضان ومنادي الله ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إنه نداء خاص بشهر رمضان يخاطب كل من شهده خطابا منفريدا وكأنه موجه له وهو خطاب مزدوج الطلب ينادي في المرء جانب الخير أن أقبل فهذا موسمك الذهبي كل بذرة تضعها اليوم ستحصدها سبعين ضعفا ويزيد وينادي جانب الشر فيه أن اقصر فكل أعوانك قد صفدوا ولن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل إن هذا التغيير أيها الأحبة مطلوب في كل الشهور ليس في هذا الشهر ولكنه ميزة هذا الشهر الذي يمثل لمن يدخل جامعته المبجلة دورة تدريبية متخصصة في قضية من أهم قضاياه وهي التعامل مع حياته بشجاعة تؤهله أن يحدث فيها التغيير المناسب لتطويرها في الوقت المناسب فالنمطية والرتابة تجمد الشخصية وتفتك بخلايا المخ وتعيقه عن التفكير التطوري لقد هبت نفحات رمضان على قلوبنا كالنسائم الطرية فأنعشتها وأحدثت فيها تغييرا سريعا لم نستطع أن نتعرف سره ولكن نعيش نعيمه أحسسنا بقربه من الله أكثر من ذي قبل بمجرد أن هل الهلال وشعرنا بالنداء الحبيب يحرك قلوبنا الساكنة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وتلفتنا من حولنا فوجدنا مجتمع الخير يستقبل ضيفه بكل حفاوة وإكرام في كل المظاهر العبادية والاجتماعية والدراسية والوظيفية كل شيء تغير من أجل رمضان ولكن السؤال يصارحنا هل هذا التغيير يمثل استجابة الحياء المؤقتة للظرف الطارئ الماضي عن قريب أم استجابة المخبت الذي دخل الشهر أجواء روحه فاكتسح ما في داخلها من لغط الأيام وسفه الشباب وعناد الشيوخ وبدلهما كما تبدل الثياب للصلاة إن التغيير أيها الأحبة قضية هائلة بعيدة الغور واسعة الأفق ولكنها تبدأ من الإنسان ذاته يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ففي رمضان فرصة لإخضاع سلطة العادة لسلطة الإرادة فالتغير فيه شامل لكل المظاهر الحياتية ويشترك فيه كل المجتمع وسريع يقع بين عشية وضحاها وواقعي يكشف للنفس التي كانت تتمسك بمحبوباتها السيئة متعللة بأنها لا تستطيع الاستغناء عنها بأنها أقوى من ذلك وأنها قادرة حقا على هجرها مدة من الزمن ليست يسيرة فإذا كانت جادة في التغيير الإيجابي نجحت في الاستمرار على هذا الهجر الجميل أخي الصائم أيها الحبيب هل عرضت عددا من عاداتك التي كنت تتمنى التخلص منها على آلة التغيير العجيبة في شهر رمضان جرّب فقد تكون نهايتها التي تترقبها منذ زمن طويل ولكن وصيّتي لك أيها الحبيب أن تكون قويا في وجه العادة هادئا في التعامل مع عنادها لتضمن بإذن الله تعالى دوام الإقلاع عنها لا أريد أن أحدد لك عادة معينة بل يكفيني أن تمتلك الشجاعة الكافية على امتلاك آلية التغيير التي يمنحها لك رمضان يا صائم رمضان صلّوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه و آله وسلم ترجمة نانسي قنقر